المعادلات ذات الخطوتين قطع جميلة هل يمكننا شراؤها عن طريق هذا الموقع الإلكتروني؟ نعم يا أمي ثمن القطعة الواحدة هو أربعة ريالات وإذا اشترينا اليوم سيتم خصم ستة ريالات على قيمة الشراء الكلية فما عدد القطع التي ترغبين بشرائها؟ إذا كان ثمن القطعة الواحدة أربعة ريالات وإذا اشترينا اليوم سيتم خصم ستة ريالات على قيمة الشراء فما عدد القطع التي أستطيع شراءها بثلاثين ريالا؟ سأقوم بحساب ذلك يا أمي عن طريق تكوين معادلة لفظية بسيطة سأضرب أولا ثمن القطعة الواحدة في عدد القطع ثم أطرح من ناتج الضرب ثمن الخصم لأحصل على ثلاثين سأرمز لعدد القطع التي يمكننا شراءها بالمتغير سين وعليه فإن المعادلة تصبح أربعة ضرب سين ناقص ستة ويساوي ثلاثين وهي معادلة تشمل عمليتين حسابيتين هما الضرب والطرح لذا سيتم حلها بخطوتين ولحل المعادلة سأعبر عنها بالنماذج والآن سأجد قيمة المتغير سين بخطوتين الخطوة الأولى سأقوم بإضافة ستة لكل الطرفين لتصبح المعادلة أربعة سين تساوي ستة وثلاثين الخطوة الثانية بما أن معاملة سين هو أربعة فيجب توزيع العدد المتبقي على أربعة أقسام بالتساوي إذن حل المعادلة هو سين تساوي تسعة إن عدد القطع التي نستطيع شراءها هو تسع قطع أحسنت يا بني وهناك طريقة أخرى لحل هذه المعادلة يا أمي الخطوة الأولى بالتخلص من الطرح بجمع العدد ستة إلى الطرفين وفقاً لخاصية الجمع والخطوة الثانية بالتخلص من الضرب بقسمة الطرفين على العدد أربعة وفقاً لخاصية القسمة ليصبح الناتج هو تسعة وللتأكد من الحل نعوض عن سين بتسعة في المعادلة الأصلية وبما أن طرفي المعادلة متساويان فالحل صحيح حل رائع يا بني أرسل طلب الشراء للتسع قطع وبعد أن تنتهي سنذهب لزيارة بيت جدك كم المبلغ الذي تريده يا عم؟ خمسة وعربعين ريالاً تفضل يا عم هل تعرف كم يبعد منزل جدي عن منزلنا يا سالم؟ إذا كان السائق يأخذ خمسة ريالات عند تشغيل العداد ويأخذ واحداً وستة أجزاء من عشرة عن كل كيلو متر يقطعه وأخذ السائق منا خمسة وأربعين ريالاً فما هي المسافة التي قطعناها يا سالم؟ سأجد المسافة باستخدام المعادلة العجيبة أجرة الكيلو متر الواحد ضرب عدد الكيلو مترات المقطوعة زائد أجرة تشغيل العداد تساوي خمسة وأربعين ريالاً سأرمز لعدد الكيلو مترات المقطوعة بالمتغير سين وعليه فإن المعادلة تصبح واحداً وستة أجزاء من عشرة ضرب سين زائد خمسة ويساوي خمسة وأربعين وهي معادلة تشمل عمليتين حسابيتين هما الضرب والجمع لذا سيتم حلها بخطوتين والآن سأجد قيمة المتغير سين الخطوة الأولى أقوم أولاً بالتخلص من الجمع بطرح العدد خمسة من الطرفين الخطوة الثانية أقوم بالتخلص من الضرب بقسمة الطرفين على العدد واحد وستة أجزاء من عشرة ولقسمة عدد صحيح أربعين على عدد عشري واحد وستة أجزاء من عشرة يجب أولاً أن أجعل المقسوم عليه عدداً صحيحاً وذلك بتحريك الفاصلة العشرية إلى آخر خانة يمين المقسوم عليه وبمقدار عدد حركات الفاصلة سأضيف أصفاراً للمقسوم ثم سأجري عملية القسمة وبذلك يكون الناتج هو خمسة وعشرين كيلو متراً أي أن منزل جدي يبعد مسافة خمسة وعشرين كيلو متراً عن منزلنا أنت رائع يا سالم والآن لنلخص ما تعلمناه اليوم لحل المعادلات ذات الخطوتين الخطوة الأولى نتخلص من الجمع بالطرح أو نتخلص من الطرح بالجمع والخطوة الثانية نتخلص من الضرب بالقسمة أو نضرب لنتخلص من القسمة